السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الخرق سيدنا محمد اليوم نهضر على أسرار البسمالة وما أدراك البسمالة بسم الله الرحمن الرحيم من أسرارها أن إذا تتابعتها وقد تقرأها يومين على مدة طويلة تحس بفرق كبير تجبر الناس يسمعوك ويطيعوك ويبغيوك هذه الرحمن الرحيم كما تشوفوا أكبر داليل هو ملكة سابق جاءت الآن سيدنا سليمان عليه السلام هذه أكبر الأسرار نتعلم بسم الله تقول لك هيبة وإذا قال لك بقيتك تقرأها 150 في الصباح و150 في الليل تقول لك هيبة عند العالم السوفلي والعالم العلوي تقول لك هيبة في العالمين يعني في هذا العالم وفي العالم ديال الجين تقول لك هيبة وكتقول لهم مقبول عند الناس وعند كل شي العدد الأكبر أنت حاول 786 إلى قرأتها بهذا العدد هذا الضرف سبع أيام في ضرف سبعة أيام وكنت بغي شي حاجة تقدارك أو كنت بغي شي ديني تقدار أو كنت بغي شي أمنية تتحقق لك في الضرف سبع أيام إلى قرأتها بهذا العدد هذا تقدارك الحاجة بإذن الله 786 يعني جلب الرزق جلب الرزق أو دفع البلاء يعني هذا من الحواج ديال البسمالة يعني متخصصية البسمالة وإلى قرأتها قبل ما تناس 21 مرة الشيطان ما كيقدش عليك الله كي يجعل بينك وبين الشيطان حجاب وإلى كنت بغي تواجهت مشي تواجه شي ظالم ولا شي حكم ولا شي محكامة ولا شي سلطة ولا شي ظالم ولا شي واحد تمسلط عليك بالظلم إلا قرأتها 50 مرة مشي تواجهته كتولي عندك حكمة وكتولي عندك واحد الهيبة واحد كيفاش نقولك بحل الرعب يعني كي منين كيشوفك هذاك الظالم كيولي دير بححدك كي يخاف منك كتولي عندك واحد الهيبة كبيرة قرأتها 50 مرة ومشي تواجهت الظالم إلاك عندك شي حريق في شي بلاصة في الجسد نتاعك وقرأتها بنية باش الله يحي ذلك ذلك الحريق أو يداوي كم ذلك البلاصة اللي عندك مئات مرة في ضرف ثلاث أيام تداوى إن شاء الله إلاك كان شي واحد مصروع وقرأتها له 41 مرة كيف يقفلوا بلاص الناس اللي عندهم دري صغير كي ما كي ينعش خصوصا دري صغير باتي زجي ولا إلاك تبتها في ورقة 21 مرة وقرأتها له يعني أو حطيتها لهم تحت له السادة فكي نعش مرتاح الشيطان ما كتجيش عنده ما كي جيش عنده الجيل الكافر ما كي جيش عنده الحواج الخائبة ما كيشوفهش وما كيتتفزعش في المنام كين دري صغير كي يتفزع بزاف ولا البنات صغار إلاك تبتها واحد وعشرين مرة ودرتها لهم تحت له السادة المهم نقطة عنها المهمة هي 786 إلا قرأتها 786 كي يصبح عندك قوبول خصوصا مثلا المرأة اللي عندها مثلا مشاكيل مع الراجل في الدار ما كيسمحهاش ما كيطحهاش إلا قرأتها 786 مرة ونفتت في الماء وعطاته الشربو مثلا قلالي ما عطاته الشربو فكي يصبح ذلك الراجل يصبح يعني كي يصبح دو قلب لي كي يصبح مع المرأة اللي عم زيان وكيتحيد منه الشيطان وتصلاح تل أبناء هالطريقة والطريقة التانية هي ما تعين ندرتها كي يصبحون لك بزاف الأصدقاء يعني هي كتجلب الأصدقاء بسم الله الرحمن الرحيم كي يصدقوا مش هين الأصدقاء اسموا وهنا يعنيكم يعني المؤيدين كي يقولوا عنك بزاف اللي كي يؤيدوك فهمت؟ كتصلاحل بزاف كتدوي بزاف ديال الأمراض في الجاسد منهم السمع السمع والناظر السمع والناظر الحكمة كتولي عندي كتولي تفهم بزاف الحواج إلا بقيت كتدكر البسم الله بزاف كي يقولي الدعاء انتعك مقبول عند الله سبحانه وتعالى ومنسوش قديمة الرزق قديمة الرزق لكي يكون منها بزاف بسم الله تعيادة قريتها سبعمية أو ستوة وثمانين يومين جعلتها ويردي يومين كتديرها يما في الصبح ولا في أشياء يومين وما الأحسن يكون في الصبح يومين تديرها يومين يومين أدي تشوف الرزق ولا كي يتزادان تبقوا الباركة كتنطرح في الدار فهمت اللي بغيت نوصلكم هو البسم الله من نتوقع بهذا العدد اللي بكتلكم يوميا فيها بزاف ديال الفوائد لأنني كنختص الفوائد متى نتجبل لك الباركة والناس اللي بقوا يبقوا يبقوا يسمعوك يبقوا يقعدو معك يبقوا يهضروا معك يبقوا يعطولك دائما يبقوا 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 يهضروا معك البسم الله من خصائص انتحى هات الشي يعني البسم الله تجعل حب حب الناس في قلوبهم من اتجاهك يعني تزرع واحد الحب في القلوب من اتجاهك هذا هو الشخصي سمزيانة للزوجية يعني الانسان اللي عنده بزاف الضار ما عندهوش الحب واحد ضار فيها الدريك يدابزو بزاف الرجل المراك يدابزو بزاف واحد فيهم خصوة هذه المبادرة أما إذا بقيت كتقرر البسم الله بزاف ودون تالي رح الشيطان ما يضورش بك أو سيكونت في كل نية كنت كتقررها بقلب خاش كنت كتقررها بزاف رح الشيطان ما يضورش بك وما يستولى عليك الشيطان البسم الله تحييد العادات القبيحة منهم الاستحلام الإنسان ما تشيبقى يستحلم والليدي العادة القبيحة لكم عارف اللي كان نعني بها يعني الإنسان اللي كان نعني بها يعني البسم الله تقلح حيلة ومتعليها بهذا العادة اللي يقول لكم نقرأ البسم الله المتعجية يعني البسم الله شي حاجة مقدسة لهذا يعني بسم الله رحمن الرحيم ركبت فكار ركبت طابس ركبت طيارة ركبت تران مشيت ناس فقت النط ناس حتى الجيمة مع الزوج busted سيقول بسم الله يعني بسم الله رحمن الرحيم شاملة لكل شي ومفاتح كل شي قلتكم تقرأ البسم الله يقرأوا البسم الله وتعطيه الانسان يعني الشربو اللي يكون فيه غضب أو يكون فيه وسواس أو يكون فيه يعني غادي ابنان غادي ومسوس أو ديما واحد الإنسان ديرونجي ديما كيدابس الدار والليلة إلى قرية البسمالة قرية البسمالة علمه وعطيته ويشربه فكيدغرفي لأن البسمالة كتأثر على علمه بزاف مثلا كنت قادر الخدمة وخارج الزنقاء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الله كيقصر لك المسافة وكيخفف عليك الماشقان تعدى كل مشي الذي يديره وحتى الصافر نتكون صافر وتبدي تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله كيقصر لك المسافة وما كتحش بالإرهاق بسمالة فوائدها لا تحصى ولا توعد باختصار لأن أول واحد ما اكتشف البسمالة وقالها هو السيدنا سليمان عليه السلام أجدكم بسمالة كتسرح السمع لما كيسمعش مزيان كتسهل السمع الإنسان كيولي يسمع مزيان وتتدوق مثلا خطة الحزب يا لاطف ذكر يا لاطف من المجرّبات يا لاطف إلى كانت كطورة للنف منه يشموش مزيان ومن النف نطرق كما كان عندك النف نطرق قوية درج 20 دقيقة ورد يلقى ستقوم بيقول يا لاطف يا لاطف ياطف تشوف النيف من تتأكيد لن تفتحش بإذن الله يعني أسماء الله الحسنى والذكر وكل شيء فيه فوائد الجساد والعقل للإنسان وكل شيء حتى بسم الله الرحمن الرحيم مجهدة بزاف سكنت نصح بها الأبناء أنتعكم لأنها مجهدة بزاف اللي بغير يكبر دكيرا أنتعو اللي بغير العميم والتعوى تكبر اللي مبغاش بقى ينسى المنام لما بغاش يبقى ينسى سمو كل الباله لأنك الإنسان اللي اليوم تقولوا سمو تشيط الباح ينسى إذاً إنسان ذاكيرا أو سنطدم فقوضة بسم الله الرحمن الرحيم تكبر لك الذاكرة من المعجزات أنت حالة تتكبر لك الذاكرة وستعقال لك أي شيء و46نظر السيدنا سليمان عليه السلام ت Palestin AirPods سيدنا سليمان كان حكم الأرض هناك جنود جلدتها وحاج ما يدير nya هو sensitive al would obviamente يكون habrاء ud global هذه الناس مجربينا بزاف كطرفات الذاكرة اللي يبغى يعقل واللي يبغى يوالي عنده ذاكرة مزيانة هذا الشيء اللي كاين وتعالى الله وفرصكم اتمنى انكم استفتوا بهذا الفيديو هذا نتاع البسمارة البسمارة فيها فوائد بزاف وخصوصا يلقوتها بالعادة انتاحة وتبعتوها يوميا اتشوف فيها بزاف ديال الحواج وكاجلي البالاء وكاجبد الرزق فيها بزاف ديال الفوائد المهم انتم ومنى تديروها يوميا هادي تحس بالفرق فهمتو اتشوف الفرق كبير في حياتك هذا الشيء اللي كان وتعالى الله وفرصكم ومع السلامة